سمار محطتنا الأخيرة رح تكون مع التعليم في سوريا التعليم في سوريا هو إلزامي ومجاني ويعول كثيرا عليه ويقدم العديد من المبادرات التي تعنى بالعناية بالتعليم وحتى مواكبة آخر المناهج العالمية رح نحكي أكتر لليوم عن موضوع التعليم في سوريا بالرغم كل الأزمات وسنوات الحرب التي قضيناها في سوريا لأن نظام التعليم أساسي وجيد ولنحكي أكتر عن هذا الموضوع معنا الأستاذ عبد الكريم الشيخ مدير معهد الشهيد باس الحافظ الأسد وأكيد والشاب محمد قباقي بيسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم صباح خير صباح رأي لكم أصلافتنا يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم يعني مثل ما ذكرت بالبداية أنه موضوع التعليم بسوريا هو ألزامي ومجاني ويعول عليه كثيرا بنظرة تقييمية ورغم سنوات الحرب وحضرتك مديرة معهد شهيد باسر الأسد كيف تقيم وضع التعليم في سوريا بعد تسع سنوات من الحرب خلال فترة الحرب كان التعليم في سوريا حقيقة جيش تاني مع وزارة الدفاع كان رديف بالنظر إلى البلدان المجاورة عم نشوف أنه بعض مشاكل صغيرة عم تعيق التعليم التعليم كان مثالي استمرار الحياة في سوريا كان نبط حقيقي للشارع فوزارة التربية مشكورة ساهمت في إدارة عجلة الحياة في سوريا واستمروا قوام رغم كل الصعوبات على رغم كل المعوقات والقزائف في سنوات الحرب استمرنا بنجاح والحمد لله أكيد تخرجت كثير من الكوادر العلمية والطبية وكوادر كثير مميزة عنا تخرجت بالرغم من الأزمة وسنوات الحرب خلينا نحكي اليوم عن واقع اليوم ما هي الصعوبات التي يعنيها التعليم برأيك وما هي العقبات التي قدرت أنت تتخطوها بسبب ظروف الحرب لا تستطيع الدولة حقيقة أن تمد الجهات أو المؤسسات التعليمية أو حتى وزارة التربية ككل بنفس الكم المالي اللي كان مقدم سابقا أنا أخلا نقول القيم المالي المعطاط هذا الشيء أدى إلى شوي ضعف البني اللوجستي في المؤسسات التعليمية إضافة إلى التلف الحاصل في قطاعات التعليم من المؤسسات التعليم بالمدارس اللي تعطلت إما بشكل كلي أو بشكل جزي تمام؟ الدولة عم تشتغل كتير جاهدة لعادة الترميم وتأهيل هاي المؤسسات وتباعا تمام؟ هل مع هالعجز اللي الحاصل صار في ضغط بالمؤسسات التعليمية ازداد عدد الطلاب مع مناهج جديدة صار في تناقض بالتعاطي مع الفكرتين هل هاي الأمور بالتقادم ستحل حقيقة إضافة إلى الموضوع هذا بسبب ظروف الحرب كمان علم أنه ما عم نحط الحرب شماء على فكرها ولكن هذا واقع مع كل أسف في أشياء اقتضت ظهور قوانين مثل تحديد مركز العمل هذا الموضوع كتير عمل إعاقات يعني العمل تضخم في أمكيني ونقص في أمكيني أخرى مثلا نفرض دمشق تربية دمشق بنشوف أنه بأول العام الحالي اللي احنا فيه مثلا إذا أخذنا طبعا المعلومات عن طريق أصدقاء لأننا مواجهين تربويين إذا أخذنا مثلا اللغة الإنجليزية ستين شخص انتقل إلى محافظات أخرى مثل طرطوس مثل لطيلة خيري هناك صار عندهم تضخم بعدل المدرسين هنا لدينا شواغر ونقص إذا لدينا شوي خلل بالبنية اللوجستية إضافة على نقص ببعض الكوادر التعليمية هاي عم نعاني منها شنونا نتغلبنا عليها؟ صراحة تم التعاطي مع وكلاء مع مكلفين لترميم العجز الحاصل يعني بشكل نسبي أفضل من الواقع السابق أمثال نتائج ميحة بهذا الموضوع النتائج نسبيا جيدة طبعا نحن نتأمل أفضل وقطعا في أفضل ولكن نحن لا نستطيع أن نتجاوز الواقع القائم حاليا نقول منطقين شوي لما نحن نحكي عن فئة الشباب هاي الفئة الحساسة شوي دائما إلى جانب التعليم هناك المواهب ورعاية المواهب معنا اليوم كمان محمد قباقيبي هو من الأشخاص المتميزين على صعيد الموهبة وحتى الدراسة خلينا نتعرف أكثر عليك محمد يسعد صباحك أول شيء خلينا نتعرف عليك أكثر وعلى موهبتك محمد قباقيبي عظيف كمان وطالب بكالوريا بمعهد الشهيد باسر حفظ إسد نحن بالمعهد ضمن معهدنا شتغلنا على مجال فرقة موسيقية ضمن حصص ترفيه معينة ضمن نطاق معين شتغلنا على مجال فرقة كانت تحت قيادتي وطبعا بالإضافة لأشراف الكادر اللي كان موجود عنا في عنا نحنا مجموعة من العاصفين كان بدهم مجرد جمعوا تنظيموا أكثر هذا الشي تم عن طريقنا نحنا بالمعهد شتغلنا على هذا المجال والحمد لله يعني نحنا ما رح نقوله نحنا عنا فرقة بروفشيونال بس عنا فرقة الحمد لله جيدة ممتش حدد الأشخاص بالمجموعة تقريبا تقريبا نحنا عنا خمسين شخص ما يقارب الخمسين عازف بين العازفين والكورال محمد إذا بدي اسألك شو قدمتلك المدرسة كيف هي يعني ساعدتك بتنمية موهبتك خلينا نحكي عن هذا الموضوع كمان شو بتحب تسمعنا هلأ نحنا أدامونا أول شي هنا نقدمونا المكان اللي نحنا عمد درفي نحنا عنا استيج كامل مجهز هي ميزة كتير يعني مهمة وموجودة عنا بالإضافة لأنه هنا نقدمونا الوقت الكافي قدمونا الكادر اللي حسين ينظم اللي قدر ينظمنا نحنا بالإضافة لهذا الشي نحنا الستيج طبعنا غنت عليه الفناني وم كالتون بسنة الخمسة وخمسين يعني هاي من ضمن العراقة طبعا لا يحضر مسرح مميز حقيقتنا إنها مسرح مميز غنوك كبار الفناني اللي عرف فيه أم كلسوم فريد الأطراش كان نشوفهم على الموقع على الفيسبوك مثلا مثل أغنية هو صحي لو أغلاب بالإضافة لأنه نظهر نحنا ونبين نوضح الشي اللي نحنا موجود عنا إنه نحنا معلش الحرب ما أثرت علينا صح الحرب أثرت بالآخر هي أثرت على إياه فرد موجود هنا بس في شيء منيح في عنا نحنا شيء منيح لازم خلينا مبارحة كرمتوا بجموعة من الطلاب المتفوضين خلينا نحكي عن هذا الشيء شو الدفع اللي بيعطي هذا التكريم للطلاب ومن بعدها بنسمع شيء من محمد قبل ما أحكي عن التكريم بدي أوجه شكر خاص صراحة للسيد وزير التربية اللي رعى هاي المبادرة والسيد وزير الشؤول الاجتماعي والعمل لأنه كانت مبادرة مشتركة بين وزارتين وهي سابقة في سوريا بصراحة لأنه صار في تعاون بين الجمعيات الأهلية بصراحة لدعم الكوادر وبحب أشكر اليد الخفي بالوزارة الدكتورة ريمة زكريا المكتب الألامي اللي عم بتتابع هيك مبادرات وعم بتفعلها وتنشطها وتظهرها حقيقة هل نحن نشوف المبادرات أنه عنصر أساسي مهم جدا بتحفيز الطلاب لأنها تضيء على الطالب المتميز تظهره هي عبارة عن أماني لدى الطالب تحفيزه عبارة عن أماني لدى الطالب ليعطي المزيد بنفس الوقت دعونا نقول توقد نار الغيرة أو لنقول التفاعل الإيجابي الطاقة الإيجابية عند الزملاء لخلق روح التنافسي لمزيد من الجد والاجتهاد لنحصل بالمحاصلة أو بالنتيجة على جيل متعلم جيل موهوب طبعا الفعالية كانت مو بس تكريم لطلاب كانت تكريم لمعلمين معلمين متميزين كانت تكريم لرواد لزاوي شهداء حتى نحسس زاوي الشهداء لأنه عنا بالمعهد استشهد أربع طلاب وفي عنا أسر طبعا معلمات بالمعهد معلمتين زاوي شهداء أو شهدي حتى خلونا نقول فحتى نذكرهم العبارة التي نطلقها بأول أزمة أننا لن ننسى أنه دائما هم معنا أن جراحهم هي جراحنا كمان كان في تكريم لمتفوقي المعهد نحن خلال ثلاث سنوات الأخيرة كاننا من ثلاث سنوات الأولى على سوريا بالأدب عنا السنة اللي تليتها كان السابع على سوريا العام الحالي التاسع على سوريا من طلاب المعهد إضافي على تكريم الأوائل في المعهد بالصفوف الأخرى فكان الغيه التحفيز والتسكير أكيد يعني بدنا نتوجه بالتقدير والشكر كل الكادر التعليمي الموجودة بمعهد الشهيد باس الأسد سنستغل الوقت أو الدقيق الأخيرة معك محمد ونسمع معزوفة شو حابب تسمعنا؟ هلا أنا قبل ما بلش بس أنا حابب أتوجه بشكر لكل حدا كان معنا وكان من ضمن فرقتنا اللي نحنا نواجدنا مبارح بالفعالية بالإضافة لشكر كتير كبير للأستاذ سموع الشماط اللي هو لو لا نحنا لو لا أنا ما كنت موجود وما كنت عمبازوف فعلا بالإضافة لشكر لكادر معهدنا وللوالد والوالدة اللي ساعدونا بكيد نتوجهنا بكل التحية أنا رح سمعكن تأسيم حجاز بالإضافة لأطعة حجاز هي من شغلي هنا فضل ارتجالية طبعا فضل ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة